أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم كن خبير أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخر فقاتوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله هذا أمر الله هذا شرع الله هذا قانون الله فعلى المسلمين أن يطبقوا ولا يهربوا منه ولا يمتنوا عنه هذا إرشاد إلهي تربية ربانية للمجتمع الإسلامي القرآن فيقول وإن طائفتان كبرتا أو صغرتا وإن اثنان من الناس أو أربعة وعشرة وإن طائفتان من المؤمنين ممن آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه وآمنوا بمحمد النبي الله ورسول الله وآمنوا بلقاء الله وما يجب في الدار الآخر من جزاء هؤلاء المؤمنون الصادقون إذا اقتتلوا أي وقع قتال بين فئتين طائفتين جماعتين فردين فما هو واجبكم فأصلحوا بينهم يجب أن نتدخل وأن نصلح بين الفئتين أو الحزبين أو الجماعتين أو الدولتين الآن المختلفتين يجب فأصلحوا بينهما فإن أصلحنا بينهما بالكتاب والسنة بقانون السماء لا بآراء رجال والعلماء بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصلحنا بينهما ثم باغت إحدهم وظلمت الأخرى ما رضيت بحكم الله وما صدر عليها ورفضته وباغت على الطائفة الأخرى فما هو واجبنا أن نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى الحق فقاتل التي تبغي وتظلم حتى تعود إلى الحق وتقنع له وتذل له هذا واجب المسلمين حتى سفي إلى أمه الله فإن فأت وراجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا ولا تظلموا إن الله يحب المقصطين هذا حكم الله ونرى جماعة تتقاتل وطواف تتقاتل والمسلمون نائمون لا يتحركون ومع الأسف فرطنا في هذا الواجب لله وذلك لقساوة قلوبنا لجهلنا لظلمنا لعدم بصيرتنا وهكذا عوامل كثيرة عملت هذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين ثم قال تعالى حكم آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يشجعنا على أن نقوم بذلك الواجب المؤمنون إخوة المؤمنون إخوة المؤمن أخو المؤمن أخوة أعظم أخوة النسب المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله في هذا ولا تعصوا ولا تخشوا عن طاعته وأدوا هذا الواجب لاعلكم أي كي ترحموا وتسعدوا في الدنيا والآخر هذا الخبر الإلهي إنما المؤمنون إخوة إذن فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلفوا تنازعوا يصلحوا ما بينهما ولا تسكتوا ولا تبطلوا هذا الإصلاح لعلكم ترحمون ليعدكم الله تعالى لرحمة في الدنيا وفي الآخر أما أن تشاهدوا إخوانكم يتقاتلون وأنتم صامتون يساكتون ما يجوز إخوانكم كيف ترضون بدمائهم وكيف ترضون بعذابهم ثم نادانا نداء خاص يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم السخرية والاستهزاء لا يحل لمؤمن أن يسخر بمؤمن أو يستهزئ به لا يحل لمؤمن أن يسخر بمؤمن يستهزئ به ويضحك عنه ويستخف به ولا يبالي به أو يهينه ولا يبالي بكرامته حرام هذا لا يجوز لا يجوز أن يسخر مؤمن بمؤمن لا يأعمى ولا عرج ولا يفقير ولا 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 لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم المسخر بهم يكونون عند الله خير من الساخرين منهم قطعا بدون شك عسى تفيد التحقيق من الله عسى أن يكونوا خير ولا نساء أيضا من نساء فلا يحل لمؤمن أن تسخر بمؤمن أو تستهزئ بها أو تستخف بها أبدا عسى أن يكوننا خير منهن أيضا المستسخر بها والمستهزئ بها قد تكون عند الله خير من الساخر المستهزئة سبحان الله هذا تطهير المجتمع ليصبح المؤمنون ربانين كالملائكة في السماء وتم هذا في القرون الذهبي الأولى ولا نساء من نساء عسى أن يكوننا خير منهن ثانيا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اللمزة الطعن لا تطعن في أخيك أبدا ولا تنابزوا بالألقاب أسكت يا كافر أسكت يا أعمى يا مجنون يا فاسق يا كذان لا يجوز هذا كلام أبدا يا أهل الخير يا عبد الصلاة يا كذا نعم أما اللقب هذا والكنية بهذه الألفاظ المحرمة لا يحل أبدا ولا تلمزوا أنفسكم تطعنوا هذا به كذا هذا عنده كذا هذا يقول كذا يأكل بعضهم بعضا هذا لا يجوز في الإسلام أبدا تجلس مع المؤمن سنة كاملة ما تسمعه يقول فلان في كذا أو فلان به كذا أبدا لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يا فاسق يا كذا يا كذاب لا يجوز هذا أبدا ثم قال تعالى بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ما أخبح من كلمة يا فاسق فكيف تقول لأخيك يا فاسق أو يا كاذب أو يا فاجئ بئس الإسم الفسوق لبعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون من لم يتب من اللمز وطعني والتناوز بالألقاب ما تاب هو العياذ بالله فهو من الظالمين والظالمون هلك عند الله عز وجل ثم قال تعالى أيضا يَا أَيُّهَا أَيُّهَا جَمَادا فإذا حل الإيمان وفي الجسم أبصرت العين ما يريد الله أن تبصره سمعت الإذن ما يريد الله أن تسمعه تناوت الإدماء أذن الله له في ذلك وهكذا وإن فقدنا الإيمان مثنا لا العين تبصره أذن تسمع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن ابتعدوا عن كثير من الظن لماذا إن بعض الظن إثم ابتعد عن الظن بإخوانك لا تظن في الشيخ فلان كذا ولا في المول السيد فلان كذا ولا في الشيخ فلان كذا أبدا لا تظن بإخوانكم إلا الظن الحسن الظن السوء ما يجوز أبدا إذا عأيت بعينيك حسست بحواسك عرفت ذلك باطن وممكن تقولوا أما ظن فقط فلان به كذا فلان فيه كذا فلان عنده كذا بالظن ما يجوز ما يجوز ما يجوز اجتنبوا كثيرا من الظن لماذا يا ربي قال إن بعض الظن إثم بعض الظن إثم والإثم من يغضبه الإثم يقود إلى غضب الله أولا ثم إلى نار جهنم والعياذ بالله ولكن الظن الحسن لا بأس به فأظن في فلان من الصالحين أظنه من الطيبين أظنه من أهل الخير لا بأس ظن حسن لكن أكثر الظن من السؤ العياذ بالله وبالسؤ إن بعض الظن إثم ثم قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ما هو التجسس تتحسس يتحدث فلان مع فلان إذا تسمع أنت هو في بيته أنت عند الباب تتحسس هذا ما يجوز أبدا لا تتحسسوا عن بعضكم البعض بل سمعي تكلم مع آخه بتعيد أنت حتى ما تسمع كلامهما ولا تتحسسوا ولا تجسسوا أيضا ولا يغتب بعضكم بعضا أبدا لا يحل لمؤمن أن يغتب مومنا يقول به كذا أو كذا أو كذا لا يجوز لمؤمن يقول لأخي المؤمن فيه فجور فيه كذب فيه كذا من الباطل ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا تتحدث عنه في غيبته وهو غير موجود بين يديك سبحان الله العظيم كيف ربان تعالى هذه التربية وما استجبنا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا في من يحب ها تأكلوا حي الذي يغتاب يأكل اللحم حي ما هو ميت يا ليته ميت لو اغتبت ميتا أكلت لحمه ميتا أنت تغتاب حي فإذا كنت لا تأكل لحمه إذا مات فكيف تأكل وهو حي من بابي أولى ما يأكل أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموا إذا انفكه الغيبة فإنا أكلوا للحم يا أخوانكم ما تضك في غيبته شيئا عنه أبدا ولا تتحدد عنه إلا إذا كان بالصلاح والتقوى والخير فلا بأس كبعض الظن ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله تواب ونحب هذا الأمر هذا لمن هذا والله لنا أمانا بأن نتقي يهو تعالى بماذا نتقي بإطاعة وطاعة رسوله فلا نترك واجبا قادرين على القيامة ولا نرتك بمحرما حرمه علينا ونهانا عنه أبدا ويجب أن نعف أوامر الله ونواياه حتى نطيعه في الأمر وفي النهي أما الجهل المراكب ما أحل الله ولا أحرم كيف يتقي الله وبما يتقيه يجب أن نتعلم أن نعلم ما يحب الله من الأقوال من الأفعال من الصفات من الذوات حتى نحب ما يحب الله ونفعله ويجب أن نكوه ما يكه الله ولابد من معرفة ما يكه الله من الأقوال الباطلة لاعتقادات السيئة الفازدة حتى نتجنب ذلك لن يكون تقيا وهو جاهل أبدا لا يكون العبد تقيا إلا إذا كان عالما ها نحن مأمرون بتقوى وإلى لا ماذا قال تعالى واتقوا الله إن الله تواب إن الله تواب للتائبين رحيم بالعابدين المؤمنين توبوا إلى الله وتقوا الغيبة والنميمة وتقوا اللمزة والطعنة وتقوض النسوء وأصلح بين إخوانكم ولا تؤججون يران الفتن ولا تزيدوا محنتها والله تواب رحيم وآخر النداء يا أيها الناس نداء عام للمؤمن والكافر العبيض والأسود يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكى وأنت آدم ذكى وإلى لا حوى وأنت وإلى لا أبي موسى ذكى وإلى لا أم فاطمة أنثى وإلى لا وهكذا من ذكى وأنت في من يقول لا خلقكم من ذكى وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل من تكى الشعوب من فعل بنا هذا الله عز وجل لتعافوا السر في جعلنا شعوبا وقبائل لنتعاف ما السر في التعاف التعاون إذا تعافنا تعاوننا القريب مع القريب والبعيد مع البعيد السر في كوننا قبائل وطواف وواء من أجل أن نتعاون على البر والتقوى حتى ننجح ونفوز ونسود في الدنيا وفي الآخرة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكى وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعافوا هذه العلة وهذه الحكمة وإلى تراكناك الحيوانات لا يعف هذا أب ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا بعيد وإذا بن على نوع من الكمال هذا بني فلان بني فلان بني فلان متعارفون ثم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم احفظوا هذه الجملة إن أكرمكم عند الله أتقاكم كون ابن من شئتها أو أبا لمن شئتها لا عبت بالأب ولا بالأم ولا بالقبيلة ولا بالفصيل ولا بالشعب ولا ولا الكرام هو وتقوى الله عز وجل ما تعتز بشرف آبائك وأجدادك ولا ينفع كذلك أبدا إن أكرمكم عند الله منهم أتقاكم لله عز وجل أكثركم خشى لله وخوف من الله يحمله على طاعة الله وطاعة رسوله ذلكم الكريم بل ذلكم الأكرم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تقول أنا أنا شريف أنا بني فلان هذا ما ينفع إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإنما قولا بني فلان لتتعاون مع بني فلان على طاعة الله ورسوله لا أن تتباهى وتتفاقى بنسبك إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم بخلقه خبير بأحوالهم مطلع عليهم فخافوا ارهبوا تخوفوا منه إياكم أن تعرضوا عنه فإنكم بين يديه والله لا يقفع الله من نشعه النظر التي ننظرها ما تقفع عليه الكلمة نقول والله ما تقفع عليه لأنه عليم بخلقه خبير بأحوالهم فيجب أن نتقيه يجب أن نتقي الله عبد الله اتقي الله أولا اعرف ما يحب الله وما يكره ثانيا افعل ما يحب وترك ما يكره وتلك هي تقوى الله وبذلك أنت التقي وبذلك أنت الولي أما جاهل يتخبط ما يعف الحلال من الحرام ولا الواجب ولا ولا كيف يتقي الله ما يكفي يتقي الله أنه فقط ما يزني لماذا يغتاب لماذا ينمم لماذا يأكل أموال الناس لماذا لماذا يجب أن نعف كل ما حرم الله لنجتنبه ونبتعد عنه يجب أن نعف كل ما أوجب الله لننهر به ونقوم به ونؤديه لله وبهذا نكون أولياء الله لا خوف علينا ولا حزن ينالنا لا في الدنيان ولا في إقوانا إذ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياءك يا ربنا قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات المباركة أولا وجوب مبادرة المسلمين إلى إصلاح ذات البين بينهم كلما حصل فساد أو خلل فيها من هداية هذه الآيات وجوب تبادوا المسلمين على الطوء إذا حصل نزاع أو خلاف بين قبيلتين بين طائفتين بين حزبين بين اثنين يجب أن نتدخل لننهي الخلاف بينهما ونعدل بينهما وجوبا ولا تبقى الدم تسيل والأجسام ممزقة ونحن نضحك نعم ثانيا وجوب تعاون المسلمين على تأديب أية جماعة تبغي وتعتدي حتى تفيئة إلى الحق يجب على المسلمين إذا كانت جماعة باغت وظلمت وعتدت يجب على المسلمين أن يؤذبوها وأن يصلحوها هذا واجبهم ولا يهملوها نعم ثالثا وجوب الحكم بالعدل في أي قضية من قضايا المسلمين وغيرهم من هداية الآيات وجوب العدل في الحكم في أي قضية نحكم فيها يجيب بالعدل والعدل هو قال الله قال رسوله العدل ما شرعه الله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله قال الشيخ في النهر روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقصطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا العادلون في أهليهم فيما ولوا في شؤونهم يوم القيامة على أسر من ذهب على يمين العرش هؤلاء هم العادلون المقصطون نعم رابعا تقرير الأخوة الإسلامية ووجوب تحقيقها بالقول والعمل من هداية الآيات وجوب تحقيق الأخوة الإسلامية وتقريرها وإثباتها العيش عليها إننا إخوة إننا مسلمون ربنا واحد نبينا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله شاعنا واحد كتاب الله فيجب أن نكون متفقين متعاونين متحابين ويحم الخلاف والفوق بيننا قال الشيخ في النار الآية دليل على أن إسم الإيمان لا يزول بالبغي فإن الله تعالى قال بين أخويكم لطيفة علمية كون الإنسان ظلم أو قاتل ظلما لا يسلبه ذلك من إيمانه بل يبقى مومنا ولكن فاسق فاجع ظالم وذلك لأن الله قال وأصلحوا بين أخويكم وهم يقتلون أو يقتلوا بعضهم بعضا فلا يسلب المؤمن الإيمان ما دام مومنا من كونه ظلم أو اعتدأ أو فسق أو فجأة يبقى مومنا كما هو نعم وقد روي أن علي ينسئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين أمشركونهم قال لا من الشرك فروا فقيل أمنافقون قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا فقيل له فما حالهم قال إخواننا بغوا علينا إخواننا ظلمون نعم خامسا حرمة السخرية واللمز والتنابز بين المسلمين حرمة السخرية واللمز والهمز بين المسلمين ما عندنا إلا ما نعتقده في قلوبنا من الحق والخير نقول بأسنتنا أما الطعن في الناس أما غيبتهم أما النميمة هذه المحرمات المسلمون برامنا بعيدون عنها كل البعد لأن الله قال ولا تنابزوا بالقائب ولا يختب بعضكم بعضا نعم قال قال عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا عبد الله بن مسعود يقول لو قولت لي كلب يا كلب خشيت أن أصبح كلبا يعني ما يجوز أن تسب شيئا حتى حيوان أبدا نعم خشيت أن أحول إلى كلب سادسا وجوب وحنا قل وسكت يا كرب لي رجل ما هو نعم سادسا وجوب اجتناب كل ظن لا قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك وجوب اجتناب كل ظن نجتني بكل ظن إلا إذا كانت هناك علوم معلومة واضحة فلا بس أما مجرى الظن في التخمين ما يجوز أبدا إن بعض الظن إذن فنتجنب الظن بكامل إلا الظن الذي تدل عليه أدل نعم سابعا حرمة التجسس أي تتبع عورات المسلمين وكشفها واطلاع الناس عليها واطلاع الناس عليها نعم حرمة التجسس ولا الطلاع على عورات المسلمين كما بينا لا ينبغي أن تتحسس ولا تتجسس ولا عن حوال المسلمين ابتعد نعم ثامنا حرمة الغيبة والنميمة والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد ولذا يجوز ذكر الشخص وهو غائب في مواطن هي التظلم بأن يذكر المسلم من ظلمه لإزالة ظلمه الاستعانة على تغيير المنكر بذكر صاحب المنكر الاستفتاء نحو قول المستفتي ظلمني فلان بكذا نعم فهل يجوز له ذلك تحذير المسلمين من الشر بذكر فاعله قصد قصد أن يحذروه والمجاهر بالفسق لا غيبة له نعم التعريف بلقب لا يعرف الرجل إلا به إذا ما يعرف إلا بيه فلان ينادى بيه فلان نعم تاسعا حرمة التفاخر بالأنساب ووجوب التعارف للتعاون حرمة التفاخر بالأنساب ووجوب التعارف نتعاف فلان من بني فلان لا بس أما نفاء نفقى ونقول نحن كذا ونحن كذا فلا يجوز التفاخر حرام لكن التعارف محمود وممدوع هذا من بني فلان هذا من بني فلان وأخيرا لا شرف ولا كرم إلا بشرف التقوى وكرامتها إن أكرامكم عند الله أتقاكم وفي الحديث لا فضل لعربيين على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وروا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي والأيان والأيان بالله